عادوا عادوا بجهد جهيد وبتكليف مبكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للأجهزة الأمنية والدبلوماسية بأن تبدل قصارى جهدها من أجل عودة أبناء مصر السالمين عندما يتحدث القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية وعندما يسمع صوته للآخرين أعتقد أن الكثيرين منهم لا يجد أمامهم غير الاستجابة هذه هي مصر التي لن تسمح أبدا لكائن من كان من النيل من المصري أيا كان مكانه وأيا كان زمانه عاد إلينا المصريون بالأمس وعمت الفرحة الشعب المصري ولكننا بالتأكيد بداخلنا غصة هؤلاء الخونة والمتآمرين الميليشيات الإرهابية لا أحد يقول لي إن دا تم من وراء حكومة الوفاق ولا من وراء فتح بشاغة وزير الداخلية أبدا دا تم بمعرفتهم وبإيديهم اعمل دا شأن نلعب مصر وهكذا اللعبة بيوزعوها بينهم وبين بعض أو حد يتصور إن دا فتح العلاقات مع حكومة الميليشيات اللي سمها الرئيس عفتاح السيسي حكومة خضعت للميليشيات حكومة لا شرعية لها أو حد يفتكر دا بالعكس هنا في داخل كل مصري تعذيب اللي احنا شفنا دا عمره ما حيمحي عودة المصريين أبدا مش حننسى تارنا عند الخونة والميليشيات والإرهابيين يمكن النهاردة الرئيس عفتاح السيسي اجتمع مع الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة اجتماع مهم جدا حقيقة اجتماع تناول تطورات الوضع الحالي في ليبيا خصوصا بعد المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس التي أطلق عليها مبادرة إعلان القاهرة والدور اللي لعبته المخابرات العامة في تقديم التقارير في التواصل في الزيارات التي تمت سواء للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أو للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية أو في الاتصالات التي تجرى تم تدارس هذا الوضع استمع السيد الرئيس لتقرير من السيد الواء عباس كامل حول آخر تطورات الموقف على الساحة وبالتأكيد أيضا تم منقشة والاستماع إلى الدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر